وعن أبيه وعن رضي الله وعنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قلت من شاهدك أنشف يوم الجمعة والماء يخطف فقد مرور أنشفوا واستمعوا واعتبئوا رحمة الله الحمد لله الذي شرع لنا الجمعة والجماعة وأعزنا بالإسلام ورفعنا بالقرآن وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته واجتنا بمعصيته يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لغوة إسلام أما بعد أكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكية زيادة زخيري ثم بيت محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نكو سياني فمجنكو يسيى نفسيانه يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى أن سيما كتك سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا أنهم لأمين لا يسخر قوم من قوم ونوم وسوى ذراو ونوم ونزاو عسى أن يكونوا خيرا منهم هو أن ولا ونذراو لي وكوابورا كلك والنباء ونذراو ونزاو ولا نساء من نساء نوالا ونواك وسوى ذراو ونواك ونزاو عسى أن يكون خيرا منهم هو أن وكوابورا كلك والنباء ونذراو لي ونبورا كلك والنباء ونذراو وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ نَوَالَ وَمْسِتُكَانِهِ وَمْسِتِيهَ أَيِّبُوا نَفْسِسَيْنُو نَكَمَا مُتُو هَكُتُبِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ أَمِكِ تَفْسِيرِ كَمَنِ كِبْرِ كَتِكَ حَدِثِي تُمِسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ أَنَسَيْمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ حَتوِيْنْجِيَا پِبُونِ مَنْكَانَ فِي قَلْبِهِ يُلِي أَمْبَاِي أَتَكُوَنَايو كَتِكَ مُوَوَاكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ أَكَوَنَا كِبْرِ كَوَوْزِيْتُ وَأُجُنْغُ وَمْدُدُوْجُنْغُ مْتُهُيو هَتوَيْنْجِيَا پِبُونِ مَسَحَابَ بَعْدَا كُمْسِكَى مْتُمِسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَمَسَيْمَ مَنِنُهَايو وَكَمُولِزَ مْتُمِسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِنَّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبَهُ حَسَنًا وَنَعْلَهُ حَسَنَةً مُوْجَوَتُ أَنَا پَنَا قُوْزَكِ زِوَنْزُورِ يَا رَسُولَ اللَّهُ لَكِنِ پِيَ مُوْجَوَتُ anapenda pia vya tuvyake vwe vizuri ya Rasulallah nye mtu akiwa hivyo atakuwa ni mwenye kibri atakuwa ni mutakabir masohaba wao walitafsiri kama kwamba kuvaa nguo nzuri na kupendeza mbele za watu ndiyo kibri chenyewe hicho lakini kuvaa nguo mbovu ambazo ziko dhalil wao walikua wakitafsiri kama kwamba vile ni kufanya tawadu ambazo mbele za watu domana wakamuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba mmoja wetu anapenda kuvaa nguo zilizo kwanzuri lakini pia mmoja wetu anapenda kuvaa viyatu ambazo ni vizuri mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawajibu kwa kusema la hapana hicho siyo kibri kuvaa nguo nzuri kwa sababu ina allaha jamil yuhibbu ljamal hakika Allah subhanahu wa ta'ala nimzuri na anapenda yaliyo mazuri baynamal kibru lakini kibri min batoril haq ni kukataa haq wa ghamti nnaas nakudharawatu mwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuba tafsiri ya kibri kwamba al kibru batoril haq wa ghamti nnaas kudharawu haq kukataa haqi nakudharawatu diyo kibri lupali Allah subhanahu wa ta'ala liputu anbiya ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm enyim luamini wanawume wasiwa dharawwa wanawume wanzaaw asa an yakoonu khayran minhum huwenda yulian bae anadharawliwa akawaboran bayliya Allah subhanahu wa ta'ala kulika yulian bae amim dharaw wanziwe wala nisaun min nisaun awala wanawake wasiwa dharawwa na wake wanzaaw kwa sababu asa an yakoon khayran minhun huwenda ikawayula lutharawliwa nibona bele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yulian lutharaw wanziwe lugu islam unapowona ukweli na haki lakini wewe ukajiona kuwa nimkubwa kuliko ile haki basi ujujua komba umekuwa ni mtu mwenye kibri komandino ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa salam bator lhak kukataa haki wa gamti in nas na kudharawatu hiyo ni dalili ya kibri Allah subhanahu wa ta'ala atuefushe na kibri lakini wapo bazi yetu wanapingana na haki na kudiyona kwa mba waho nibora kuliko ile haki yenyewe na hii ndio dalili kubwa ya kibri kwa mba waho wanadiyona nafsi zao nibora zaidi kuliko ile haki tukisoma katika tarikh zama imamu na wanazuoni kama imamu ahmad ibn hambal na imamu muhammad ibn idrisa shafi utakuta katika fikih zao hata katika tathiri zao kuna akuwalu mutaadida katika fikih zao na katika tathiri zao kuna kuwa na akuwalu mutaadida utakuta katika suala moja labda kuna fatwa ambili au zaidi na pengine utashindo kufahamu kwanini mekua hivi mtu moja amekua na fatwa zaidi ya ambili kwanini mekua hivi kwa sababu waliyona haki mbele yao na kuifuata badaya ili kauli ya kwanza kutoka dipu waka anatua kauli nyengine kubadilisha ili kauli ya muanzo ili kuwepukana na maneno ya mtume sallallahu alihi wa sallam kwa mba amekutana na haki lakini akawa amerezisti akabaki na ili ili kauli ya kwanza diyo mana unakuta kwa bahawo maimam kuna na kuwa na kuwali nyingi kabisa muanzo alisema hivi badaya kaja hakasema hivi hii tuni kwa sababu alikutana na haki mbele yake akamua kufuta ile kauli ya muanzo akatoa kauli nyengine kwa hiyo usione aibu kwa mba umetua neno badaya ukajakujua kwa mba kuna neno liliobora zaidi lile ulolitoa na kwamba neno lili ambalo ulolikuta mbora zaidi ni la haki kuliko lile ambalo ulolitoa wewe hivyo usione vibaya kwani usipofanya hivyo utakuwa umengia katika hadithi ya mtume kwamba umekata haki na utakuwa mwenye kibri wapobazia watu wanapinga mambo kwa sababu tu amesema mtu fulani jaboko mtu huli ambaya amesema neno hilo ni la kweli na nijambo la haki lakini analikata kwa sababu hawajasema wawo ambao wananafasi nzuri katika society amesema mtu ambaye ni dhalil mtu ambaye ukoduni amesema kauli ile kwa hiyo wanaikata kwa sababu tu hawakusema wawo ambao wananafasi zajuu kabisa katika society yao dugu eslam tusiangalie nani amesema na ametokia ukwande gani na nijinsia gani aliesema jambo hilo bali angalia mdomoni wake amesema kitu gani nini kimetoka katika mdomo wake na alichokisema kibo katika mizani gani ya hasanat ukikata na kama alichokisema ni haki kwa hakika tambua weo mengia miongoni mwa mutakabirin na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika quran wala biisa methwal mutakabirin kwa hakika nipahale pabaya ambapo watakapoishi wale ambapo wenye kibri kila liahadi nasi aliulizwa moja wawatu matara nasi hawawatu ambao wamekuzunguka wenzako unawatizamaje unawawunaje hawawatu ambao wamekuzunguka mtuule fakal atasema la arahum siwawuni hawawalionizunguka mimi ila mithla alba ispokuwa mimi na wawuna kama mbu tuha walonizunguka ni watu ambao watu duni kabisa ni dhalil siwawuni ispokuwa hawawatu ni watu duni fakile lahu mtuule na ya kambiwa fama ya raunaka ila mithla mara aitahum na hawaw ambao unasema wewe unawawuna kama mbu na wawu hawawakuoni ispokuwa kama filo unawawuna wewe wewe sunawawuna kama mbu basi na wawu hawawakuoni ispokuwa kama filo unawawuna wewe unawawuna na wewe kama mbu tu amesema mwenye hikma wabil kaili iladhi itakilu bihi ala nasi sayukalu bihi ala iku kwa mizani ili ambayo unawapimia watu basi juwa na wewe kwa mizani ule ule na wewe utapimia kama mbu na wawu wamekuna file file kama mbu lakini wakila lilakhar unamtumugine na ya kaulizwa matara nasi unawawunaji hawa watu ambayo wamekuzunguka faqal mtuule kasima arahum rudama kurama arahum aadham wa akram minni nawauna hawa lyo nizunguka ni watukufu nawauna ni wakarimu kuliko mimi arahum ashab alfadl nawauna hawa ni watu ambayo ni borra zaidi kuliko mimi faqila lahu na ya kambi wamekuzunguka wa hum yaraunaka sahibu alfadl na wawo pia wanakuona ni mtu bora zaidi ya wawo wanakuona ni mtu mtukufu kwanini watu hawa waliulizwa masaliha ya mawili kwa sababu miyungoni mwetusisi wapo ambayo wanaamiliana na watu waliwazunguka kama watu wawilo waliulizwa wapo miyungoni mwetu wana wana akimuangalia mwenzake anamona ah sicho chote siloloti daifu tuyupo mtu walivo hivi aaa lakini pia kuna wengine kiwangalia nduwa na wawona ah mwabana wakubu hawa haitakiu binadam kuwa hivo kwanimtume sallallahu alaihi wa alihi wasalam katika hadithi moja ambayo amipokeya sahaba abdullahi bni jundab radiyallahu wa an yakul kala rajulun alisema mtu moja alikuwa mikana watu yumtua kawa misema amin idhati tiyan ambiyaha watu wallahi la yaghfirullah li fulan wallahi la yaghfirullah li fulan wallahi la yaghfirullah li fulan mtu wallahi allah hatum mtu fulan wallahi allah allah fulan wallahi allah s fulan و تعالى حتوم سميه متفلان كو ووني وكي ييه كو سبب المونا متفلان لابن نمتو مني كفاني مذانبي هكونا أين يذانبي سبقوة تارى مشالي فاني متفلان أليج ذاتي تناوانبيا ونزيو كوامبا الله سبحانه و تعالى حتوم سميه متفلان أليس هاو متفلان كوامبا الله سبحانه و تعالى أمي توانبيا كاته القرآن قل يا عبادية الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللهم يغفر الذنوبة جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه و تعالى أميشاوment والي ambاوة وواميفنن و استكالدا مان رحمة الله سبحانه و تعالى ويومت هيو وليجليه عكدا الله سبحانه و تعالى كوامبا الله سبحانه و تعالى هاتوم سميه متفلان هال يأتي heyui كاتية متفلان اللهم سبحانه و تعالى نيني كميتوكيه kabre de آèces قوة نيني كيت務ال who عامتوكيه و تعالى أكمتوما جبريل كنا كموانبيا صلى الله عليه و آله و سلم من هذا الذي يتألا علي ألا أغفر لفلان نيناني هو يو أنتوى صوت يكهيو أنينجلية كزيانجو وكسيما كوامبا الله سبحانه و تعالى هاتو مساميه فلان نيناني هو يوانا يسمى هيفو بأس موانبيا جبريل أنموانبيا صلى الله عليه و آله و سلم أميتمونا الله سبحانه و تعالى فقد غفرت له بأس موالزم توهيو قوامبا أنمبيونا الله سبحانه و تعالى أميشم سميه م توهيو فقد غفرت له تياري نميم سميه م توهيو وأحبطت عمله لكي بدلا يكي عمل ذاك يولي أبدا لسلم الله سبحانه و تعالى هاتو مساميه م توهيو عمل ذاكي زوتين مزي پرموشا هذا الشوط وعطاится كهامال ذاكع though interfania ت停 الخدمية RankP وأحبطت عميشم aquela إلى الله سبحانه و تعالى أمنا ربما أسلم لكي بأسلم صلى الله سبحانه و تعالى أحبطت عميشم منزين مقرع شكرا المترجم على المترجم على الإجابة هذه المترجم على شكرا المترجم نقوة السلام الكبرو داون لا جواة لا كبري نيبونج ومباو هاون داوا تمومبي الله سبحانه وتعالى اتوepushe ناكتوى کambالي نماراضي هايا كبري كواني ووende كتوpelekia sisi تukaingia كتوكا موتو الله سبحانه وتعالى نوالي أمباو تنوافikiria كوامبا وواني وذليل وواني ووفو وكاingia كتوكا مباو يالله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتد المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنون لا يسخر من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واسغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغ وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثنَّى بملائكته المسبحة بقدسه وثلَّتَ بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمَّه وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم ذوي الأصل العريق خليفة رسولك سيدنا أبي بكرٍ الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهم الزهراء البتول وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياض الخير والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والممكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأعطم الصلاة وأعطم الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فاذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا اللهم أكبر 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 السلام عليكم ورحمت الله السلام عليكم ورحمت الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد السلام عليكم إنك أنت التواب الرحيم ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة وقنا على الأرض النار اللهم عافنا وكفنا وحفظنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم شرم وصائل الدنيا وردي اللهم عجل فلنك علينا وعداك يا رفاة المسلمين برحمتك يا رحمة الرحمن اللهم يميسيرك العسير ويجابرك لكسير ويصاحبك لفريد ويا مونسك الوحيد ويا مقوية الوحيد ويا آمنا من كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فليسير العسير عليك يسير يا من لا يحداج للبيان التفسير حالتنا إليك تسير وانت عالم لها ورسيل مخبير برحمتك يا رحمة الرحمن اللهم صفحنا السور وفينا شئت بيك شئت لنا فعلى ما تشوف قبير يا نعم المرضى ويا نعم المصير افرانك ربنا وإليك المصير ولا حرب لا قوة إلا من الله العديد العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه ربك 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 سيدنا الماسخون وسلامه على المرسلين والحمد لله والعالمين وامانك وعيابك من كل شرطان مريد وجباء العنيد وذي عين وذي بقين وذي حسن وذي حكل ومن شرق الذي شررينك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقو والاستقامة واعذنا من موجبات الندام في الحال والمآلين كسمع دعا اللهم اغفر لنا والوالدين ومشائخنا ومعلمين وجميع المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات والرب العالمين واصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرًا وباطنة في عافية وسلامة برحمتك يا رحمة راحمين يعال ما سر مننا لا يتهدك سفر عنا وعافنا وأفو عنا وكلنا حيثقنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة ماصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته